اشارت تقارير الى امكانية تجاوز سعر المحروقات بالمغرب 25 درهما في غضون الايام القيلة المقبلة وذلك بعد حالة الارتفاع التي وصلت بثمن البنزين الى 18 درهما وسعر الجازوال ل 16 درهما وفي تصريح اعلامي توقع خبير اقتصادي ان تستمر حالة الارتفاع الملحوظ في الاسعار وانه بموجب ارتفاع فاتورة الواردات المغربية من المحروقات الى الدعف لا يستبعد زيادة تصل الى 10 دراهم في اللتر الواحد من الديزل كما من الجازوال واعتبر رشيد الخالد بان شروط المنافسة غير موجودة في المغرب حيث ان هناك ثلاث شركات كبرى هي التي تتحكم في تلتي السوق مضيفا ان هذه الشركات تشتري وتخزن الوقود بشكل مشترك ما يطرح علامة استفهام حول مسألة الخوصصة واحترامها للمنافسة العادلة وتذهب المؤشرات وفق المتحدد الى بلوغ اسعار المحروقات حدا غير مسبوق بالمغرب في الاسابيع المقبلة